بقى لنا يومين الناس ما بتتكلمش غير عن الدور الجديد أو الشكل الجديد للدور طبعاً انتوا عارفين فيه مقترحات وفيه مقترح تحديدة نتكلم عنه الأستاذ أحمد دياب أحمد دياب رئيس رابطة الأندية اتكلم فيه بشكل يعني علشان برضو الناس تفهم أو اللي ما تبعتش المقترح ده بيقول إيه؟ أو الشكل الجديد للدور المصري بيقول إيه؟ بيقول لك نلعب الدوري بنظام الدور الواحد يعني إيه الكلام ده؟ يعني مفيش 34 ماتش لا كل فريق هيلعب 17 ماتش فقط وبناء عليه هنبص على جدول الدوري ساعتها فناخد أول 9 فرق هناخد أول 9 فرق هتلعب على الفوز بالدوري طيب المراكز المؤهلة والمراكز المؤهلة للبطولات الأفريقية طيب التسع مراكز اللي تحت بقى التسع مراكز اللي تحت يقول لك لأ دي هتلعب دوري لوحدها خاص بيا هي هتلعب على المراكز اللي تحت أو يعني تحت الهبطين طيب يعني أنت النهاردة بتتكلم عن إن كل نادي بدل ما يلعب 34 ماتش هيلعب 17 وبعدها هيلعب لك 8 يعني 25 ماتش وتبقى قللت انت كده عدد الماتشات وبالتالي قللت الضغط اللي احنا يعني كل شوية نشوفه ونشوف بقى إيه ضغط مبارياته بنشوف تلاحم ومواسم وممكن نخلص الدوري فيه معاده بدري بدري ويبقى عندنا شكل منتظم للمسابقة وعملت فرصة إنه الأندية اللي بتلعب في أفريقيا تلعب كمان بدون ما تضغط هي الأخرى يعني يكون فيه فرصة إن يكون فيه تجمعات منتخب قبل الماتشات المهمة وكل الناس على السوشيال ميديا الحقيقة بتقول إنه دي التجربة البلجيكية وإن النظام ده مشابه لنظام الدوري البلجيكي بس أنا هنا بقى عايز أقولكم على حاجة أو أقولكم على مفاجأة إنه الدوري البلجيكي لما عدت يعني كنا منتكلم دلوقتي قبل ما ندخل لحضراتكم الدوري البلجيكي ما بيتلعبش كده الدوري البلجيكي اللي الناس عملا تقولك أيوة زي الدوري البلجيكي نعمل زي الدور البلجيكي الدور البلجيكي ده بيتلعب 16 فريق يعني هو 16 فريق بيتلعب من دورين مش من دور واحد يعني كل فرقة بتلعب 30 ماتش ثم أول أربع فرق بتلعب مع بعض يعني كمان من دورين يعني كل فريق انت بتتكلم بيلعب 6 ماتشات أو 6 مباريات يعني كل فريق برضو بيوصل ل 36 ماتش وبعد كده أصحاب المراكز بقى من الخامس للثامن بيلعبوا كمان دوري من دورين علشان يحددوا الفرق اللي هتصعد للدوري الأوروبي ودوري المؤتمر وباقي الفرق الثمانية بتلعب بقى دوري تفادي الهبوط يعني دوري كبير جدا جدا يعني مش تجربة بلجيكية ولا دنمركية الحقيقة لأنه في بلجيكا كمان بيلعبوا أكتر من 34 ماتش يعني اللي احنا بنلعبهم مش عارفين نخلصهم أساسا فدي معلومة كمان علشان يعني أعتقد أنه محدش كتير أو ناس اتكلمت فيها أصلا كل عمال يقولك إيه ده شبه أو نلعب بنظام الدوري البلجيكي لأ نظام الدوري البلجيكي على فكرة يعني أصعب من كده بكتير يعني ومختلف يعني طيب المفاجأة بقى التانية اللي أنا عايزة أقولها لحضراتكم لأنه في ناس كتير قوي قالت لك إيه لا ده نادي الأهلي مش موافق على ده لا النادي الأهلي موافق وموافق جدا كمان موافق على أنه الدوري يتلعب من دور واحد بس يعني لازم يخلص في ماء علشان يلحق كمان يستعد هو الآخر لكاس العالم للأندية أنت عندك كاس عالم للأندية في عشرين خمسة وعشرين بشكل عام يعني لسه مقترح أكيد هيكون فيه دراسة أكيد هيكون فيه قعدة تانية مع ممثلي الأندية علشان يوصلوا في النهاية لأفضل شكل نلعب فيه المسابقة دي بشكل منتظم اشتركوا في القناة